السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيل السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي رساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام عليكم جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنار السلام عليك يا أبا عبد الله وصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتان أسست أساس الظلم والجار عليكم أهل البيت ولعن الله أمتان دفعتكم 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 عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتان ولعن الله أمتان قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بنئ من يتقاطبا ولعن الله بن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمتان أسرجت وألجمت وتهيات وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وعلي اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالعتك وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله وإلى رسوله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلمون لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم ووليون لمن وعلاكم وعدوون لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم أدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثأركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلاة ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وممات محمد وآل محمد اللهم إن يوم قتل الإمام الحسين يوم تبركت به بن أمية وابن آكلة الأكبر اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك في كل موطنين وموقف وقف فيه نبيك اللهم لعن أبا سفيان ومعاويتا ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين اللهم إن يوم قتل الإمام الحسين يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين عليه السلام اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام اللهم العن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به الأول ثم الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانته وعمر ابن سعد وشمراء الله وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيام اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام